أنت في الأول والآخر برضو أنت في الأول والآخر يعني أنا أقول إيه يا كتب مصطفى فضل أقول أن أنت بتجر يعني مجموعة كبيرة جداً وراك لو تفكيرك ده ربنا أنعم عليك أنه سليم أنت أسرتك يعني والدك والدتك وإخواتك نعم الناس اللي حواليك قريبك كل دوم اللي هم عشان فيك كله أكيد اللي هم عشان فيك أكيد فلو تفكيرك سليم هتقدر تساعدهم تطلع بالناس دي هتطلع بالناس دي هتلقلهم من حتة لحتة وربنا له حكمة أده أقدر كلها يعني 99% أو أقل من كده 1% هتلاقي لعيب تبكورة يا متوسطين الدخل يا دخل أقل شوي مظبوط ولا مش مظبوط على مستوى العالم على ذلك نعم نعم أيو صح 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 فربنا له حكمة قد يكون الشخص ده أنت الرزق بتاعهم مظبوط كده مسؤول عن مجموعة كبيرة جداً فلو تفكيرك ده سلبي أنت ما بتدرش نفسك بس أنت بتدر الحواليك كله طيب في المستقبل بقى لو تفكيرك ده سليم تمام هتفيد الناس دي كلها هتفيد أسرتك الصغيرة بقى وهتفيد نفسك طبعا هتفيد شخصيتك بتتغير في المجتمع هتفيد زوجتك هتفيد أولادك هتعرف تربيهم بشكل كويس هتعرف تتعلمهم بشكل كويس هتعرف تغيرهم من مكان بك أقصد أن النمر واحد ده والله اللي يقولك هم طريقين أبيض وسود مضبوط عليك إنك تختار صحيح يعني فيه ده يقولك ده صح وده الغلط تختار أنت بقى اللي أنت شايفه إيه بالنسبة لك وما في لعبة كانت لعبة عظيمة كبيرة جدا في لعبة كورة قد حسن مننا بس بطلت بدري بدري وعشان ده فأول تمرين اتمرنه كانت المجموعة الدولية مش موجودة وبعدين كان في رمضان جمهما في رمضان فاستمرين معهم بتاع تمرينتين ثلاثة كده وبعدين نزلنا تاني ناشئين ناشئين تاع لكن فاكر برضو أول ما رجع كبت محمد يوسف كان مع المنتخب ورجع فأنا بتمرن معه لأول مرة بقى ما شافيش شوه خالص نعم فقال لي تعالي انت اسمك إيه فقالت له اسم سيد عبد الحفيز وكده ودي برضو من الحاجات الحلوة اللي تلاقيه في النادي الاهلي جدا موقفين واحد لكابتن واحد لكابتن إبراهيم حسن واحد لكابتن يوسف واحد كمان لكابتن مجد طولب فما yapmışك